بفضلتكم مرة ثانية مرحبا بكم أخي الحبيب وأهلا وسهلا نكمل مع هذا الرجل الذي قال اتق الله يا محمد صلى الله عليه وسلم نعم قال اتق الله يا محمد قال عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته تأمنوني على أهل تأمنوني رب العالمين أيأمنوني على أهل الأرض ولا تأمنوني يعني ربنا الله أرسلني الذي أعطاني هذه المكانة وأنتم لا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل انطلق لو كان جاء لو كان جاء عشان يتعلم أو عشان يفهم كان جالس صاحب فتنة جالس وسامع كله في الأخير انصرف قال عليه الصلاة أفلح انصدق قال لئن صدق هذا ليدخلان الجنة شوف فهذا أدبر فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد قال أقتله يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان شوف الإجرام بتاعهم سبحان الله قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد هذا كلام مين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل اللي هو النبع السلام يعني تنبأ أنا أود أن أخذ الحديث على بعضه جملة الحكات حتى تعم الفائدة نعم حد بدل قلته على بعضه الحديث من أوله من أوله من أوله الحديث من أوله هو حديث في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري قال بعث عليناه باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمها بين أربعة نفر تمام قد سمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي وعين بن بدر الفزاري وعلقم بن علاثة العامري وزيد الخير الطائق قال فغضبت قريش فقال قريش يعني قال أتعطي صناديدة نجد وتدعونا فقال رسول الله إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم يعني أتألف أولي ليه؟ الناس فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجلنا القوم في قتله قيل إنه خلد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقال عليه الصلاة والسلام إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد المستفاد الدرس المستفاد الرئيس من هذا الحديث ماذا المستفاد من هنا أن هذا الحديث يبين وصفا لهؤلاء وطريقة لهؤلاء في تفكيرهم هذا تأريخ ببداية نشأت هذا الفكر العقيم التكفير ويبين أن النبي عليه الصلاة والسلام طيب ولماذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وقد تنبأ بهذا لا يستطيع ساعتها أن يأمر بقتله وإلا لأمر بقتل عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول هذا تكلام كلام ممكن يحتمل التأويل ممكن يقال جاهل أو جاهل لكن النبي عليه الصلاة والسلام عالم من حال هذا الرجل ما لم نعلم هل حرص صدن النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تقول العرب قتل محمد بالضبط نفس اللي قيل عن أبا بن سلول لا يقول العرب أو لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه وهو الرجل جاي في صورة في صورة مسلم لأنه جاي بيعترض على قسمة لكن المعلوم أنه يعمل على زلزلة ثوبة الدين وخلخلة يقول للرسول التقل لا هذا جاوز طف الصاع بالضبط لكن حتى لو قالها غيره قالها ولم يصفه رسول الله بهذا الوصف غيره قالها لكن النبي لم يصفه بهذا الوصف مش فيه واحد مرة طلع قال لي هذه القسمة ما أريد بها وجه الله صح ولا لا هل النبي يوصفه بهذا الوصف هذا الرجل أصلا النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينتق عن الهوى وهي قصة مختلفة أنا أحسبه هذه القصة هنا في أكثر من موقف لأن رسول حذر قال لي حذروه أنه صاحب فتنة صاحب فتنة وهذا الرجل نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وصفه وصف لم يصفه فقط بل وصف من سيأتي من من بعدي سيأتي من بعدي وسيأتي من نسلي وسيأتي من أصحاب فكره تمام فوصفهم بهذا الوصف عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يا أخي الحبيب تحقق أول ما تحقق عينا للناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قطرة لم تكن بالطويلة من وعن ليشتغل بشكل سريع الرجل شغل أهل طول سبحان الله حيث اجتمع على عثمان كما نعلم جماعة من هؤلاء من الخوارج هؤلاء فحصروه في بيتي ثم قتلوه طب وبعدين وبعدين كفره أطلقت مصطلح خوارج عليهم هؤلاء هم الخوارج هؤلاء هم الخوارج أم سيأتي فيما بعد أنا أحب أن أمشي بتسلسل لا الخوارج هم ها هذه الشردمة أو هذه الفئة من الناس خرجوا على عثمان هذه أول نشأة الخوارج هكذا نعم أنا أضع المصطلح في تاريخه الخوارج الخوارج اللي بيتفرع منهم بعض المسمات والمصطلحات وعلى رأسها التكفرية تمام لكن أصلهم أصل فكرهم وما عرفوا به من يعني الخوارج هم الذين خرجوا على سيدنا عثمان على سيدنا عثمان بن عثمان ثم بعد عثمان عملوا إيه لأن قصة عثمان طبعا طويلة وكلنا يعلم فيها الكثير فماذا فعلوا بعد عثمان كفروا عليا رضي الله عنه هم خرجوا على عثمان أم عليهم في البداية خرجوا على عثمان خرجوا على عثمان وأقلبوا الناس على عثمان تمام والعجيب اللي كان مشترك معهم في هذه القضية من الروافض أيضا اللي هم أصبحوا روافض بعدها وأنا يعجبني التسلسل حتى تأتي فيما بعد الأمة بتليت بهذين الفريقين الرافض الشيعة الرافض والخوارج ولما نأتي لكي نضقق النظر ونبحث في أصل نشأة الفرقتين ربما ستجدهم على يد رجل واحد أو مجموعة واحدة من الناس يعني ابن سبق لم يعني يعني لا يعفى أبدا ابن سبق من أنه كان سببا في نشأة الفرقتين معا هو يقال حتى بالتاريخ ابن سبق هو ألب كثيرا من الناس على سيدنا عثمان ابن عفان هو ألب على عثمان بحجج واهية وأعذر أو أمور بالية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان لكنه استقطب مين استقطب الموتورين الحمقى من الناس أصحاب الجهل الذين في نفوسهم مرض الناس اللي هي جالسة بس تسمع عشان إيه أول ما يقال ده فلان ده بيعطي مش عارفه بيترك وفلان هذا بيقدم هذا ويؤخر هذا فيقال لا هذا طغيان هذا ظلم وربما خرج عليه لهذا السبب وهو لا يدري هذا المسكين أن من دعاه إلى ذلك لا يريده منه لمسألة أكله شربه ومنصب له فلان وعلان لا القضية أكبر هل هذه الفئة لأننا استطيع أن نطلق عليها كما يقال الحزب الكنبة أم هذه مختلفة لا طبعا مختلفة مختلفة تماما طبعا طبعا تمام فهنا يعني كفروا علي أنه حكم الرجال وقالوا إن الحكم إلى الله ويجيب لك آية من القرآن وبيستندوا على قرآن القرآن نعم لكنهم ايه الواحد منهم يالي نصرية بالضبط وهكذا حتى إن علي رضي الله عنه قاتلهم وقتل منهم عددا كبيرا جدا كما هو معلوم في موقعة النهروان طيب هنا أيضا في حديث صح مسلم ذن لي أيضا أن أذكر به لأنه يعني نضقق من خلاله أكثر في هذه الفرقة طب وحديث زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج يعني خرجوا لقتالهم تمام فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله يقول يخرجوا قوم من أمتي قرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يعني الناس عمالقة تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم عمالقة ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم وهو إيه يعني هم يعبدون في الضر كما يبدو لنا يعني قراءت قرآن وصيام وصلاة وذكاة نعم كل شيء إذن لا نغطر بمن يقيم هذه العبادات دكتور سيد لا لا يغطر به يسمع إليه يسمع للعلم الذي ينقل يسمع للفكر الذي يبثه في الناس تمام نعم صلاته لنفسه لكن فكره هذا ممكن يعني لا تجاوز صلاتهم طراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل قال وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع هذا وصف وصف كبير هؤلاء ساعتها على رأس عضده مثل حلمة الثدي قال عليه شعيرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس فسيروا على اسم الله هذا الكلام دليل عليه دليل على أن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه آثر وطلب من الناس هذا أن يخرجوا لملاقات هؤلاء وملاحقة هؤلاء وقتال هؤلاء وقتل هؤلاء كان بالنسبة لسيدنا علي مقدم بمرحلة كبيرة جدا وبدرجة عالية جدا عن قتاله المعاوي شوف الكلام أولويات أولويات طبعا وذكر الحديث إلى أن قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا فلان فقال علي التمسوا منهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوا اللي هو الرجل بالأوصف السابقة هذا ذراع عدد وليس له ذراع نعم اسمه هذا اسمه مخدج نعم هذا هو نفسه الرجل فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي بنفسه فرأى ناسا قد قتل بعضهم أو قتل بعضهم على بعض قال أخروهم فوجدوه مما يل الأرض فكبر يعني وجده قتيلا بين القتلى سيدنا علي رضي الله ثم قال صدق الله رسوله قال فقام إليه عبيد السلمان فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلاه لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله إنت متأكد يا علي أنك سمعت هذا من رسول الله فقال أي والله الذي لا إله إلاه حتى استحلفه ثلاثا هو يحلف له نعم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه والحديث صحيح مسلم حديث قتلهم حديث قتل هؤلاء أو بداية قتال هؤلاء على يد سيدنا علي بن أبطال قوم حدثاء الأسنان يعني صغار في السنة أو كذا أو يعني مع النوم الخبرة يعني صفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حنجرهم فأينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام في 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 أمره طيب أصحابه ومن بعدهم بقتل هؤلاء بل وبقتل هؤلاء وصح عنه أنه قال شر قتل تحت أديم السماء وقال خير قتل من قتلوه وقال طوب لمن قتلهم أو قتلوه وقال أينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما وقال عنهم كلاب النار هكذا وصفهم عليه الصلاة والسلام وهكذا الأحديث هذه كلها إن دلت فإنما تدل على أن على أن الأمر هنا بالقتال ليس بقتل أي أحد من المسلمين وإنما بقتل هؤلاء من هؤلاء الخوارج طيب وهكذا ليس أول يعني يعني عضل المقاطعة والاسترسل جزاك إذن المفهوم أن سيأتي فئة ستأتي مجموعة من الناس تقرأ القرآن ونحقر صلاتنا إلى صلاتهم وزكاتنا إلى زكاتهم وصيامنا إلى صيامهم يعني هم في الظاهر العام يقرؤون القرآن يصلون يصومون يزكون يحجون مسلمين يعني مؤمنين بالنسبة لنا أو كما يخيلوا إلينا أنهم مؤمنين كيف نعلم أنهم هؤلاء هم الخوارج وهم يقرؤون القرآن كيف نعلم أنه لا يغادر تراقيهم أو لا يغادر حناجرهم هذا يظهر من فكرهم يعني وقع الأمر أننا ممكن نقتل الناس مؤمنين جدا 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 وهذا حصل يعني في بعض الناس يتخذوا في الرجلين أحيانا يعني كيف نعلم أن هذه هي الفئة الخارجة أو هؤلاء المعنيون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وقفة مهمة جدا جزاك الله خير لأن هذه المسألة مهمة جدا يعني لأن الباب فتح على مصرعي خاصة في هذه الأيام وكل من هب ودب قال بتكفير الناس وبهؤلاء خوارج وهؤلاء تكفريون وهؤلاء يجب أن نقاتلهم وأن نقتلهم وأسقطوا على هؤلاء كل الأحديث التي ذكرتها منذ قليل تمام طيب هل كل من يقال في حقي أنه خارجي بالفعل هو خارجي هو ده سؤال ومن هم الخوارج أصلا خلاص احنا عرفناهم الآن الخوارج هؤلاء من هو الخارجي يكفر يكفر الناس يكفر المجتمع يخرج على ولي الأمر لكن لم يدبت أن هذا الرجل حتى كفر أحدا هو قدر صلى الله عليه وسلم تقل له هل هذا كفر لما خرجوا على سيدنا عطمان أو ضدوا أو خرجوا على سيدنا علي لم يكفروا هذا هو الرجل الرجل هذا نفسه لو كان دخل على سيدنا أبي بكر مثلا وقال اتق الله يا أبا بكر هل كنا نقول عنه هذا خارجي وهذا كذا كذا كنا نقول ماذا نترك نفوض أمره لله عز وجل ممكن يعني يقال هذا أدب مع الخليفة أبي بكر مثلا يعني ليه لأن أبا بكر لا يوحى إليه لكن الذي وصفه بهذا الوصف هو من هو رسول الله الذي يوحى إليه من ربه عز وجل ألا يقال يعني إذا قيل هذا في حق أبي بكر أنه سوء أدب مع خليفة فيقال مثل مع سيدنا عطمان وعلى سيدنا علي سوء أدب مع الخليفة لا ما هو القضية نحن الآن بنبحث قضية هؤلاء الخوارج من الذي وصفهم بداية بهذا الوصف ووصف هذا الرجل ووصف من يأتي من نسله ومن أصحاب فكره النبي عليه الصلاة والسلام من أين أتى بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم كيف يتنبأ بهذا عليه الصلاة والسلام هل من قبل نفسه هل يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام فالنبي وضع الوصف لهؤلاء مترك الأمر تمام لكن لما مرت السنون بالأمة وجاءت المواجهات بين المسلمين وبين هؤلاء الخوارج وجدوا بأوصافهم يعني هذا الرجل وجد بالأوصاف التي ذكرها فيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام والخوارج عموما أيامها وجدوا بنفس الأوصاف قرآن على أعلى مستوى وعبادة على أعلى مستوى لكن كلمهم فكرهم اللي بيبثو في الناس أوامرهم للناس مهم حتى كلامهم سيدنا علي يعني لما حكم الرجال هم ضدوا وعكسوفي هذا إن الحكم إلا لله كلمة حق هم لم يأتوا بشيء كلمة حق لكن أريد بها باطل كلمة حق أشق عن قلبهم عن قلوبهم هذا نحن لم نشق عن قلوبهم وعلي بن أبي طلب لم يشق عن قلوبهم لكن وجد هذا من تصرفات أنه هو نفسه سيدنا علي أو من من الصحابة ذكرني قتل رجلا شهد قبل أن يقتل فقط لو قال قلها رياء قال أشققت عن قلبهم بالضبط لا هو الآن الآن المسألة تختلف من إيه من حالة خاصة حالة شخصية كما حصل مع أسامة بن زيد أيوة كان لست سيدنا أسامة اللي قتل سيدنا أسامة بن زيد اللي قتل الرجل فقيل هل شققت عن بطنه أو شققت عن قلبه أو كذا هذه حالة خاصة جدا لأن أنت الآن خلاص السيف على رقبة واحد وقال لا إله إلا الله كيف عرفت أنه قالها رياء رياء أو قنا خوفا فقط كيف عرفت فلماذا تقتل ساعته هو لما قال لا إله إلا الله خلاص الآن يحقن دمه الآن لا يجوز لك أن تقتله الآن عصم دمه خلاص ولماذا يجوز لنا أو لهم أن يقاتلوا الذين خرجوا على سيدنا عطمان أو سيدنا علي لأن الشرع هنا بأحديث أخرى ونصوص أخرى تحرم على المسلمين الخروج على هذا النحو الذي فعله هؤلاء نعم فهذه واحدة الأمر الثاني أوصفهم كلامهم طريقتهم شقهم لصفوف المسلمين تكفرهم للأمة تكفرهم للصحابة تكفرهم لعلي رضي الله تعالى عنه هذا كل دليل على أنهم تكفريون مننا العلماء الحديث المحدثين الآن من يكفر فئات أخرى وجماعات أخرى وأناس الآخرين هل هؤلاء خوارج؟ هؤلاء 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 هم اللي بكلم عنه الآن كيف أن نسقط هذا على الواقع المعاشي الآن كل من كفر مسلما أيوة بغار بيينة أو دليل يجمع عليها أهل الحل والعقد وأهل العلم أيوة فهو تكفيري مرة ثانية كل من يكفر مسلما أيوة بلا بيينة أو دليل يجمع عليها أهل العلم وأهل التخصص وأهل الحل والعقد فهو تكفيري إن علم ذلك أم جاهلة يعني ممكن يكون عارف أنه هو بيكفر الناس ومتعامل تكفير الناس وممكن يكون مسكين جاهل مش فاهم بيخبط في الكلام وخلاص هذي نشأة التكفير قديما فيها أشياء أخرى نتجي إلى حديثة لأن القرون كلها مليانة مليانة سبحان الله ثم كانت نشأة التكفير في هذا الزمان حديثا بسبب ماذا حقيقة يعني بسبب ما تعرض له بعض الشباب بخاصة فترة الستينيات من القرن الماضي 1960 حصل فيها طبعا مشاكل وحصل فيها تنكيل وحصل فيها أذى صراع زمال عبد الناصر مع التيارات الإسلامية فمن هنا حصلت أن بعض الشباب للأسف الشديد تحولت نظرتهم لهذه الحياة وحصلت لإخوان المسلمين تقريبا تحديدا نعم حصل بعض الناس اللي اتعرضوا لظلم أو لأذى أو لتنكيل تحولت نظرتهم إلى نظرة سودوية جدا في الحياة كلها تمام ومن هنا خرج فكر التكفير من بعضهم أنا لا أقول الكل ولكن إيه؟ البعض خرجت فكرة التكفير لما دخلت فترة السبعينيات كانت الفكرة دي بدأت إيه؟ تنتشر تمام وأصبح لها جماعة من الجماعات اللي كانت معروفة جماعة تكفير والهجرة أو الهجرة والتكفير خلاص هذه الفرقة يعني أباحت لنفسها كثيرا جدا من الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى أباحت لنفسها سفك الدم وقتلوا أناسا بعينهم وربما حردوا على قتل أناس ولم يفعلوا أو لم يتسنى لهم الأمر واستحلوا أموال الناس وخرجوا على الناس بأفكار عقيمة بائسة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان لدرجة أن فيه بعض هؤلاء كانوا يكفرون حتى بعض أصحاب المهن تخيل وسط لهذه الدرجة مثل يعني كفروا الطبيب لماذا تكفروا الطبيب قالوا لأن الطبيب يدعي أنه يشفي الناس والشفاء بيد الله عز وجل فالطبيب كاف كفروا صيدالي كفروا ليه لأنه يصف علاج للناس بزعم أن هذا العلاج يشفي الناس معقول طبعا والشفاء والطبيب الكاف بعض هؤلاء كفروا بعض لا مش بيدي كفروا المريض بقى لأنه راح للطبيب وراح شرب الناس يبقى المريض كافر هو الواحد منهم كان يحرم على نفسه وعلى من كانوا على شكلته الذهب إلى الطبيب أصلا معقول هذا طبعا عنده كفر حراء إلجأ إلى ربك أنت مالك ومانديل ليه دا يرضو يعطيك علاج إلجأ إلى ربك لكن برده كافر أردت لكل حجاتهم مثلا وإذا مريضته فهو يشفين وكان بعضهم يروح من وراء بعض لما درسوا بس ينقح لي شوية ومش قدر ينام يروح للدكتور من وراهم الكلام دا حكي عن بعضهم المهم كفروا أصحاب مهن كثير حتى مهندس الكهرباء مع أنه كان من زعمهم طبيب يعني حتى مهندس الكهرباء ما فلت منه لماذا كفروا بما؟ طبعا أنت مهندس الكهرباء كفروا لي أو اللي بيشتغل في الكهرباء عموما كفروا لي أنه بينوري ليه بأولا معقول هو ربنا قدر هذا أن يكون الليل الظلام يعني تكي أنت تتنوره لا إله إلا الله هو كده تكلم جد أي والله طيب أو لا زمان عننا منهم كثيرا جدا وكلام معهم يعني يطل شرحه خلتوا لحظات آه نعم ده كان فكرهم وده كان تعقيدتهم إذا سألت أحدهم ما اسمك قال عبد الله كلهم عبد الله بالضبط أين بطاقته وكتلع لك المصحف هي كده سبحان الله وكتير يعني إحنا لم يقابل منهم أحد الحمد لله الذي نجاك أو أسمع لهم ركزة الذي نجاك وعفال الحمد لله فكانت النشأة هذه لكن في البداية تحول هذا الفكر إلى فكر أخطر وهو يعني فكر أخطر من فكر المغالين حتى في الأولياء والصالحين وكلام ده فكرهم خطر جدا على الأمة وضار جدا بالأمة لكن فكر هؤلاء الخوارج أشد خطرا من هؤلاء أشد إيه خطرا من هؤلاء ليه لأن المسألة تتعدى قضية الفكر وقضية أنا أتعبد كيف ومن الذي أعبد من الذي أزور ولا أزور هذه كلها يعني من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأمة ولكن فكر هؤلاء يقسم الأمة يجعل الأخ يقتل أخاه ليه لأن أنا مسلم و هو و هو مش مسلم كافر بالضبط في نظري أو في حقمي طبعا ولذلك هذه المسألة ما هم استحلوا بأن قسير معذرة يعني قبل هذه النقطة ربما نكمل في الحلقة القادمة في أحاديث التي تفضلت قال الرسول في آخر الحديث فاقتلوهم طب هم يقتلون الأمر لم يوجه إلى ولي الأمر لم يقل ولي الأمر لم يقل صاحب الكلام لم يقل أمير المؤمنين لم يقل إيش فاقتلوهم هذا أمر بالقتل على عوهيني لكل من يرى أن هذا كافر يقتله كل النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يأمر فيها بحد من حدود الله أو بقصاص أو غير ذلك كلها تقول إلى ولي الأمر من لم يرد في الحديث هذا حتى وإلى الحديث فاقتلوهم أصل فيه سيدنا خالد قال أقتل يا رسول الله قال حذر منه وأبدى على المات وقال فاقتلوهم نعم لأنه في ثوابت أخرى في أصول أخرى ونصوص أخرى كثيرة جدا تبين أن كل كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قضية القتل مثلا والقتل هذا حد من حدود الله فقضية القتل هذه من الذي يقوم بها ولي الأمر هذا أمر مسلم به خلاص فلا ننتظر أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل أوامره بقتل فرقة بعينها أو بقتل شخص بعينه لا ننتظر أنه في كل حديث يقول هذا الولي الأمر أو يا إمام المسلمين أقتله لكن هنا خلاص هذا أمر مفهوم للأمة جميعا نكمل مع حضرك في حلقة ثانية بإذن الله حول الملف التكفير حتى ذلك الآن شكرا يا مولانا شكرا الله لك يا أخو الحديث شكرا الله حفظك رب ولك مشاهدين الكرام وله هنا نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحاقة في برنامج القضية كنا نتكلم عن التكفير لكم في الحلقة القادمة بإذن الله حتى ذلك الآن أشكر حضرتكم وباسمكم جمال أشكر ضيفنا الكريم ودعا الإسلام الكبير ودعا الشيخ الأسعاد الدكتور السيد ألف بشيش شكرا لفضلاتكم شكرا الله لك حتى ضمن القواني جديد أرقم نيات وعطر طهيات محمد البطريق شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى شكرا لكم